اشتركوا في القناة ومعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول المجلس وبمشاركة معاني الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس الوزاري بما في ذلك التقارير التي أعدتها الأمانة العامة بشان متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون وقرارات المجلس الوزاري وتوصيات اللجان الوزاري المتخصصة في مجالات التعاون الخليجية المشترك إضافة إلى الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك كما بحث المجلس الوزاري مستجدات مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون وعدد من الدول الصديقة والحوارات الاستراتيجية بين مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة والجهود التي تبدلها دول مجلس التعاون لتعزيز التعاون الخليجي المشترك في الدفاع عن مصالح الدول الأعضاء وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة وقد صدر عن اجتماع المجلس الوزاري بيان استعرض ما تدارسه المجلس من موضوعات تتعلق بالتعاون الخليجي المشترك في عدد من المجالات وما تم اتخاذه بشأنها من قرارات بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ومواقف دول المجلس تجاهها وقد صدر بيان عن المجلس الوزاري في دورته الخامسة والخمسين بعد المئة أعرب فيه المجلس عن خالص التعازي والمؤساة لضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا منوها بالوقفة التضامنية والدعم الرسمي والشعبي من دول مجلس التعاون للمنكوبين والمتضررين من الزلزال وأشهد المجلس بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع باعتماد يوم الخامس عشر من مارس من كل عام يوما لمكافحة الإسلاموفوبيا يأتم خلاله نشر ثقافة التسامح الديني والحوار والتعايش ورحب المجلس بنتائج منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الثالثة الذي نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة بشأن تعزيز العمل الإنساني الجماعي وتقديم المساعدات التنموية العاجلة كما رحب بإعلان المنامة الصادر عن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي استضافتها مملكة البحرين واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا السياسية إقليميا ودوليا ترجمة نانسي قنقر